أهلا بكم لا تزال تضعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم أجمع من حيث ارتفاع الأسعار ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية ما أدى إلى أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة الصندوق العالمي لمكافحة الإيز والسل والملاريا بقى ناقوس الخطر مع إعلانه أن أزمة الغذاء العالمية الحالية ستؤدي إلى وفاة الملايين حيث ستتسبب الأثار غير المباشرة لنقص الغذاء في موت الكثيرين ليس من الجوع فحسب بل أيضا جراء ضعف دفاعاتهم المناعية ضد الأمراض المعدية بسبب سوء التغذية ودعت المنظمة الأممية حكومات العالم إلى العمل على تقليل تأثير أزمة الغذاء من خلال توفير الرعاية الصحية في مجتمعاتهم وكذلك دعم الدول الأشد فقرا من خلال إمدادها بالأطقم الطبية إن أمكن وكذلك بالأدوية اللازمة والمساعدات الطبية للحيلولة دون تسجيل نسب وفيات مرتفعة جراء الأمراض التي قد تتفشى كنتيجة حتمية لسوء التغذية وبحسب المنظمات العاملة في الإغاثة فإن العالم بات يتجه إلى أزمة جوع غير مسبوقة وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات بسبب الجوع الناجم عن كورونا سيزيد عن عدد الوفيات بالفيروس وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030 إلى حوالي 909 ملايين إنسان وفي أسوأ السيناريوهات المتوقعة تقول الأمم المتحدة إن حوالي 10% من سكان العالم قد لا يجدون الطعام الكافي خلال العام الحالي وربما يزداد هذا الرقم إذ أن هناك الملايين الذين يعانون من أشكال أخرى من انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك عدم القدرة على دفع ثمن الطعام الصحي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المتعلقة بسوء التغذية إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول أزمة الجوع التي حذرت منها منظمات أممية بسبب تدعية الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على الغذاء في العالم شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا جزيلا وإلى اللقاء كونك اشتركوا في القناة